إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي سنقوم بحل وضعية إدماجية باستعمال المعادلات من الدرجة الأولى أو ترييذ مسألة رياضية الخاص بالسنة الرابعة متوسط قال تبلغ ليلة سن أربع سنوات وعمر أبيها يبلغ ستة وثلاثون سنة قال بعد كم سنة يكون عمر الأب الضعف وعمر البنت يعني هنا المقصد من ذلك في أي سنة يعني يكون عمر الآب ضعف عمر البنت مثلا يريد منه مثلا لما يكون مثلا عمر الآب ستون سنة يكون عمر البنت أكيد ثلاثون سنة لكن في أي سنة يحدث هذا الشيء لاحظوا هذا القيران بين الثلاثون مثلا أو يكون مثلا أربعة مثلا وستون والآخر يكون اثنان وثلاثون نتابع جيدا يعني مرورك بعد كم من سنة تصبح هذه العملية نتابع جيدا أبنائي نقطة بنقطة إذن أولا لترييض هذا المشكل علينا أن نحوله إلى معادلة ذات مجهول X نتابع إذن في الأول قال ليكن X عدد السنوات الضرورية ليصبح سن الأب ضعف سن البنت أولا اختيار المجهول يعني نختار مجهول لحل هذا الإشكال نختار وهو X نتابع الآن سوف نلخص ذلك في جدول قال باستعمال معطيات المشكل نكتب إذن المشكل ما هو الذي أعطي لنا؟ أعطي لنا أن البنت عمرها أربع سنوات والآب عمره ستة وثلاثون سنة ويريد مننا متى يكون عمر الآب ضعف عمر البنت نتابع جيدا عندنا الآن ليلى وأبيها الآن عندنا السن الحالي السن الحالي هو أربعة والآب ستة وثلاثون الآن السن يريد مننا نتابع السن بعد X سنة ماذا يصبح عمر ليلى؟ عمر ليلى سوف يصبح أبنائي أكيد أربعة زائد الإكس وعمر الأب سوف يصبح ستة وثلاثون زائد الإكس لأنه هو عمره الآن هو أربعة نضيف له الإكس والأب كم عمره؟ ستة وثلاثون نضيف له الإكس الآن نريد أن نستخرج قيمة الإكس طبقا لماذا؟ ليكون عمر الأب ضعف عمر البنت يعني وضع المشكلة على شكل معادلة معناه يعني نقول لو نأتي ونكتب نقول ستة وثلاثون زائد الإكس هذا عمر الأب يساوي لنا ماذا؟ ضعف عمر البنت وهو إثنان في أربعة زائد الإكس ركزوا أرجوكم إذن هنا ستة وثلاثون زائد الإكس هذا عمر الأب وعمر البنت يكون لاحظوا يكون أربعة زائد الإكس هذا عمر البنت لكن يريد ضعفه يعني نضرب عمر البنت في إثنان سوف نتحول إلى وضع وضعية إدماجية أو حل معادلة من الدرجة الأولى إلى هذا المشكلة المشكلة المطروحة يتمثل في حل معادلة من الشكل ستة وثلاثون زائد إكس يساوي لنا إثنان في أربعة زائد إكس ركزوا أرجوكم معناه هذا سن قلت البنت وهذا سن الأب يكون سن الأب ضعف سن البنت إذا ضربنا هذا في الإثنان نتابع جيدا نكمل الحل عندنا حل المعادلة سوف نأخل هذه المعادلة التي في الإطار الأخضر هي ستة وثلاثون زائد إكس يساوي لنا إثنان في أربعة زائد الإكس هنا لحل هذه المعادلة الأبنائي درستنا أن نقول ماذا نقول ستة وثلاثون زائد إكس يساوي إثنان في أربعة زائد الإكس هنا ما علينا إلا أن ننشر هذا في هذا تصبح ستة وثلاثون زائد إكس يساوي ثمانية ثم نشر هذا في هذا يصبح كم زائد اثنان اكس ننقل المعالم الى جهة والمجاه الى جهة يعني ننقل هذا الى هذا الاتجاه وننقل هذا الى هذه الجهة تصبح ماذا اكس ناقص اثنان اكس يساوي ثمانية ناقص ستة وثلاثون عندنا لاحظ جيدا اكس اكس سوف نستخرج مثل اكس حتى تتعلموا نستخرج الاكس كعام مشترك يصبح هنا كم واحد وهو مضروف في الواحد ليس الصفر ناقص اثنان يساوي ناقص ثمانية ناقص ثلاثون عندنا عملية الطرح نأخذ اشارة الاكبر في القيمة المطلقة يصبح ناقص ثمانية وعشرون عندنا واحد ناقص اثنان تصبح ناقص واحد تصبح معناه ناقص اكس يعني ناقص واحد في اكس هو ناقص اكس يساوي لنا ماذا ناقص ثمانية وعشرون عندنا هذا الناقص في الاصل هو ماذا هو ناقص واحد يعني تصبح اكس يساوي ناقص ثمانية وعشرون على ماذا؟ على ناقص واحد لكن الناقص على الناقص يعطي لنا زائد يصبح ثمانية وعشرون على واحد يصبح إكس كم يساوي؟ يساوي لنا ثمانية وعشرون يعني بعد مرور كم؟ بعد مرور ثمانية وعشرون سنة يصبح عمر الأب ضعف عمر البنت لو جئنا مثلا وقمنا مثلا للتقريب المعلومة لو كنا مثلا في هذه السنة اللي هي الفين واربعة عشر نوضيف لها كم؟ نوضيف لها ثمانية وعشرون ماذا سوف تصبح بعد هذا الأمر؟ يعني لو نقوم بعملية هكذا زائد الثمانية والعشرون أركز وتصبح هذا زائد هذا اللي هي اثنى عشر وعندنا هذا زائد هذا اللي هو ثلاثة والواحد أربعة سيفر اثنان في الفين واثنان واربعون يصبح ضعف ضعف عمر البنت هو النصف عمر الأب لهو معناها عمر الأب يصبح ضعف عمر البنت كم تصبح عمر البنت؟ لو نعوذ يعني هنا عمر البنت كم يصبح يصبح واربعون يعني هنا لنقرب لكم هذا الإشكال يعني وهنا سوف نتابع مع المخطط لأنه تحتاجونه لأنه مخطم رائع نتابع جيدا إذن لدينا إذن قمنا بها المعادلة كما سوف تلاحظون ها هو قيمة الإكس في الأخير وجدناه مثلما كنت أشرح لهو ثمانية وعشرون الآن عندنا قاعدة لهي قاعدة التحقق من الشيء الذي وجدناه التحقق لدينا ماذا لاحظوا لدينا ستة وثلاثون زائد ماذا زائد ثمانية وعشرون تعطي لكم أربعة وستون ونأتي الآن إلى العلاقة الثانية يعني نعوذ عوض هنا وجدت أربعة وستون إذن نعوذ هنا كم لهي أربعة زائد ثمانية وعشرون تعطينا اثنان وثلاث في اثنان اربعة وستون إذن نتائج حقيقية هذه اربعة وستون وهذه اربعة وستون إذن المعادلة سأحلها صحيح بكل بساطة وفي الأخير نكتب هذه القاعدة التي سوف نلاحظها إذن يصبح عمر الآب ضعف عمر البنت بعد ثمانية وعشرون سنة التفسير للنتجة بهذه البساطة أبنائي قد تعلمنا هذا الأمر لاحظوا الآن لو طلب مننا مثلا قال لم يقول ضعف قائفين أو قال مثلا خمسة على أربعة ما علينا الآن إلا استعمال نقول ثم نضيف هنا تلك النسبة التي تذكر نضعها هنا بكل بساطة نضعها في هذا المكان الذي كنت أشرحه فيه وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح وزروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك لأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته